السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة طالبات الصف الاول السانوي ان شاء الله نبدأ النهاردة معكم حل نمازج البوكلت ان شاء الله واهمل اسئلة في الفيزياء نبدأ كده ان شاء الله اول سؤال ميل الخط المستقيم في الشكل البياني يمثل احنا عارفين بنجيب ميل الخط المستقيم ازاي مقابل على ايه مجاور يعني ايه مقابل على مجاور نبص كده عشان نفهم برضو مقابل على مجاور يعني ايه يعني هنقول اللي اسمها عندي يهيت وهنا ايه الارتفاع بنعمل كده مسلة الزوير وهنا ايه يعني مقابل يعني ايه مجاور يعني ايه الكلام ده بيساوي ايه طب اجيبها من اين برضو انا عندي بتنشل انرجي بيساوي ام جي اتش طيب انا عندي البي اي وبوتنشل انرجي والاتش اللي باقي عندي هو ميل الخط المستقيم طب ما فيش كلام من ده في في الاجابة طيب ما انا شوف الام جي بيساوي ايه بتساوي الويت الوزن يبا انا عندي على طول الاجابة رقم باقي الوزن جسم كتلته جسم كتلته اتنين كيلو جرام يقع على ارتفاع خمسة متر فوق سطح الارض فان طاقة وضعه نقط علما بان عجلة الجاذبية بيساوي تسعة وتمانية من عشر مسألة زي ذا هي اعطيني الكتلة خلاص وعطيني الارتفاع وعطيني طاقة الايه وعطيني العجلة الجاذبية يبا انا عندي هقول له بتنشل انرجي بيساوي ام جي اتش الكتلة عندي اعطها لاتنين خلاص عندي عجلة الجاذبية تسعة وتمانية من عشرة تسعة وتمانية من عشرة واعطيلي الايه الارتفاع خمسة الارتفاع خمسة لو ضربنا كلا بالقلل حسبا مباشر جيت ننفل خمسة من عشرة في تسعة وتمانية من عشرة طبعا العشرة دي هتضيع ايه العلامة العشرية يبقى الساوي تمانية وتسعين ايه جول تمانية وتسعين جول يبقى عندي نمر به عندي تمانية وتسعين اللي هي الف نفهم واحنا بنحل ونجرب ونفكر ان شاء الله رقم تلاتة رقم تلاتة جسم طاقة حركته اربعة جول فاذا تضعفت سرعته تصبح طاقة الحركة طبعا دهيت هنحاول نفكر فيها كلا مع بعض ونفكر ازاي جسم طاقة حركة اربعة جول فاذا تضعفت سرعته تصبح طاقة الحركة بتاعت تضعفت يعني ايه يعني زادت الضعف طيب هنفترض بقى هنا عند قيناتك انرجي بيساوي نص ام في تربية نركز بقى كلا جسم طاقة حركته اعطها لي اربعة خلاص فاذا تضعفت سرعته تصبح طاقة الحركة بتاعته ايه يعني هو اعطيني طاقة الحركة ايه اربعة طب الاربعة دي اجيبها ازاي من القانون عندي هنا بالافترضات من عندي يعني افترض اه افترض نفترض الاتي خلينا النص هي زي ما هي مقدر سابت نضرب مثلا نخلي الكتلة اتنين ونخلي السرعة اتنين هو بمزاجك لا مش بمزاجك انا عايز اطلع الاربعة يبقى الوقت هنا اتنين كل تربيه يبقى انا عندي السرعة هنا كام اتنين عشان نشوف الايه التغير اللي هيحصل يبقى نكنسل النص مع الاتنين خلاص يبقى اصبحت فعلا ايه بتساوى اربعة ما هي فعلا تقتل ايه الحركة بتساوى كام اربعة بيقول لي ازا تضاعفت السرعة يعني الاتنين دي بقت كام اربعة يبقى اربعة تربية ها في الاتنين في النص نرجع كل حاجة لاصلها بقى عايزيني نشوفها هتساوى كام يا طرح هتساوى اربعة ولا هتساوى تمانية نشوف خلاص يبقى نشوف كام ولا تساوى ستاشر خلاص يبقى في الحالة ده هي ايه اللي هيحصل انا عندها نكنسل الاتنين مع الاتنين يبقى الاربعة فاربعة بكام بستاشر بستاشر يبقى اصبحت كام ستاشر ايه جول ياريت تكونت فهمت عشان اي مسألة تجيلنا بالشكل ده نكون فهمنا صيغة ابعاد الطاقة هي يا طرح الف ولا بق ولا ايه جيم الطاقة نشوف هي بتساوى ايه الطاقة يعني الشغل يعني F في D نجيب معادلة ابعادها كده بسرعة ونختار نشوف ايه الصح القوة انا عندي كتلة في ايه في عجلة في المسافة طب انا عندي الكتلة M كابتل العجلة العجلة L T قس سالب اتنين منين مترميل اول في ها ال D يعني ايه لنس يعني من الاخر معادلة ابعاد معادلة ابعاد ال W اللي هي الطاقة بتساوى ايه يا جماعة M L في L تربيع T قس سالب ايه اتنين يبقى دي معادلة ابعاد الطاقة نشوف الاختيارات معادلة ابعاد الطاقة المسألة رقم اربعة عندي ايه باق ويا ريت نكون فهمنا برضو جات ازاي بيقول لي رقم خمسة راكب دراجة يتحرك في مصار دائري راكب دراجة يتحرك في مصار دائري بسرعة بسرعة مباسية مقدرها تلاتاشر واثنين من عشر ازا كان نصف كتر المصار اربعين متر القوة التي تحافظ على الدراجة في المصار الدائري بتساوي تلتمائة سبعة وسبعين احسب كتلة الدراجة والراكب ايه معا كتلة الدراجة والراكب معا طبعا انا عندي نهوت البيانات اللي عندي نجيب قانون القوة الجاذبة المركزية في مصار دائري بالقوة الجاذبة الايه المركزية يبقى اف بتساوي ام في تربية على ار نركز كده في البيانات اللي عندنا بقى يبقى انه هنا لو انا عاوز اجيب الام الام مضروبة في ايه طبعا ده نحطها على السطر كده خلاص ازا الام هتساوي الاف في الار على في تربية طيب هتساوي نواصل بقى كده الاف تلتمية سبعة وسبعين تعاوض مباشر خلاص في الار اعطى الاربعين متر ها انا مربع السرعة تلاتاشر واتنين من عشرة كل تربية طبعا دي بالقالة الحسبة انطلعها تطلع معانا ستة وتمانين وخمسة وخمسين كيلو جرام طبعا دي بالقالة الحسبة بتتحسب تطلع كده عشان ما نضيعش ايه وقتا ونحسبها ونجربها رقم ستة رقم ستة يبقى هنا عندي القانون الاف بيساوي ام مضروبة في تربية على ايه على ار يعني الام هتساوي الاف ار على في تربية ونبدأ نعود فسر قد يتحرك الجسم بسرعة سبتة وتكون له عجلة ازا تحرك في مصار دائري ازا تحرك في مصار دائري ولو فاكرين استنتاج العجلة المركزية زي العجلة المركزية بالزبط رقم سبعة ازا تضعف ازا تضعف البعد بين مركزي الجسمين وبقيت كتلتين هما سابتتيني فان قوة التجازب بينهما نقط تتضعف ولا تصبح نصف قيمتها ولا تصبح ربع ايه قيمت اي مسألة زي المسألة دهية لازم برضو نفكر مع بعض كلاب الراحة يعني ايه نفكر نعمل ايه يعني نجيب القانون انا عندي الاف بيساوي جي ام وان ام تو على دي تربيع طيب ده سابت يبقى مش معنا هنعكبر مش موجود بيقول لبقى نقر السؤال كده تاني مع بعض ازا تضعف البعد بين مركزي جسمين وبقيت كتلتين هما سابتتين كتلتين سابتين فان قوة التجازب بينهما يبقى العلاقة ما بين مين قوة التجازب ومين المسافة او البعد ايه بين مركزي الجسمين خلاص عايزين نشوف ازا تضعف البعد ازا دي اضعفت عايزين نشوف القوة ايه اللي هيحصل لها نبدأ نشوف نفكر كده مع بعض يعني العلاقة من اخر كده اف مع واحد على دي تربية يعني برضو نعمل ايه هنفترض ان انا عاوز اجيب القوة خلاص القوة جاية ناتجة مثلا من ايه هنخلي اتنين تربية ها اتوقع ايه يعني او خليها اه يبقى الوقتي هنا الدي هنفترضها الدي هنفترضها اتنين خلاص يبقى القوة هنا في الحالة دهية كام طالما اتنين يبقى الوقتي هنا هوت ايه عندي اتنين تربية يعني ربعة يعني القوة هتساوي كام ربعة يبقى اتنين في اتنين باربعة يعني القوة في الحالة دي لو انا افترضت الدي بتساوي ايه اتنين يبقى ربع طيب بيقول لي ازا تضعفت هذه المسافة يعني زادت الضعف يعني دي في الحالة التانية اللي هنحسبها هتساوي اربعة يبقى الاف هتساوي واحد على اربعة كل تربية مال اتنين تضعفت بقت اربعة يبقى واحد على كام ستاشر واحد على كام ستاشر طيب ايه اللي حصل للقوة بقى تما كانت الربع ايه اللي حصل الوقتي هنا بالنسبة لها بقت ايه واحد على ستاشر يبقى حصل عندها تصبح ربع ايه قيمتها ده الربع القيمة بالزبط خلاص يبقى رقم ايه جيم طيب نكمل يا جر فيل المسألة دي مهمة وجدت في الازهر وممكن تتكرر تاني في التربية والتعليم وجدت في التربية والتعليم كده قبل كده في بنفس الايه الكلام يا جر فيل يا جر فيل ساقن خشبية كتلاتها نص طن وناخد بالنا من نص طن دي يعني نص الطن دي هنضربها في الف خلاص يعني خمسمية على سطح افق بسرعة سبتة كلمة سرعة سبتة ديت يعني سرعة ايه منتزمة بواسطة حبل كما بالشكل اذا علمت ان قوة الاحتكاك بين الساق والارض بيساوي ايه متين نيوتن احسب قوة الشد فين في الحبل يبقى الوقت هنا انا عدي قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك موجودة هو عاوز قوة الشد يبقى انا هقول له ان هو اف احتكاك هتساوي اف تنشن يعني الشد كوزاين ستين كوزاين ستين لاني اعطيني زاوية كام ستين هنا طيب انا عاوز اف تنشن قوة الشد هتساوي الاف مضروبة في ايه قوزاين ستين هنا انا عندي اف احتكاك اللي اعطيها لي نزق ساوي متين على نص يعني الاف تنشن لقوة الشد في الف يعني دي احنا بنجاوب في الف الوقت خلاص هتساوي ربعمية نضرب في نص بسط ومقام هتطلع ربعمية ايه نيوتن على حسبة هتجيب له ربعمية خلاص اسهل طريقة نضرب هنا في اتنين في المقام واتنين في البسط يبقى ايه ربعمية مباشر على طول يبقى دي اول شق في الايه في المسألة الجزء التاني بيقول لي احسب قوة الشد اللازمة كي تتسب الساق عجلة قدرها اتنين متر على ثانية تربية واعطيني الزاوية قوزاين طبعا دي اسمها القوة المحركة بقى القوة المحركة نجيبها قوة محركة يعني قوة محركة يعني الكتلة مضروبة في ايه فين عجلة اللي اعطيها لي طيب الكتلة كام نص يعني خمسة من عشر زي ما هو اعطيها في الف عشان نحولها الايه لكيلو جرام يبقى طالب الطن في اتنين اللي هي الكتلة يبقى هتساوي نضرب كده لاتنين في نص بواحد يعني عندي الف نيوتن خلاص يبقى دي قوة الايه المحرك هو طالب منا قوة الشد اللازمة لكي تكتسب يبقى نشتغل بالتلات افات او القانون بتاع التلات افات خلاص يبقى انا عندي الف تنشن اللي انا لسه مطلعها حالا الف تي كوزاين سيتا خلاص هتساوي الف محركة اللي انا لسه مطلعها حالا خلاص زائد قوة ايه لاحتكاك اللي هي عندي ومطلعة نبدأ نعود بقى كده الف تنشن الف تنشن هتساوي اف محركة زائد اف احتكاك نمشي بالترتب كلا عشان ما نغلطش على قوزاين ايه سيتا هتساوي الاف المحركة لسه مطلعها حالا الف زائد عندي القوة بتاع الاحتكاك اللي انا مطلعها متين او اللي موجودة في المسألة متين على نص على نص خلاص يبقى الف ومتين الف ومتين على نص بسط ومقام في اتنين هيبقى تساوي الفين وربعمائة نيوتن مسألة مهمة بصراحة رقم تسعة القوة الجاذبة المركزية لا تفزل شغلا لماذا لان لان الحركة في دائرة يصنع الجسم زاوية تسعين وحيث ان ان سيتا بتساوي تسعين اذا قوزاين تسعين بيساوي زيرو اذا الشغل بيساوي اف او دي اف قوزاين تسعين يعني دي مضروبة في الاف في زيرو اذا لا تبزل شغلا اذا لا تبزل شغلا سؤال مهم يا جماعة الرسم مقابل يعبر عن العلاقة بين طاقة الحركة ومربع سرعته بنفس وكياس الرسم فتكون كتلة الجسم المسألة دي بتيجي اختياري وبتيجي مسائل عادية ان شاء الله ياخد بالنا منها لانها الى حد ما مهمة طبعا انا بقول للخط المستقيم ميل الخط المستقيم انا عندي قائنتك انرجي لما نركز كده هنكنسل الفيتر بابل في تربيه. يبقى ميل الخط المستقيم عندي كام? نص ام. طب وبعدين. انا عندي التان خمسة واربعين. انا عندي الزاوية خمسة واربعين. يبقى تان خمسة واربعين. خمسة واربعين بتساوي واحد. يعني نص ام بتساوي واحد. يبقى الام بتساوي ايه? نضرب طرافي المعادلة في في اتنين عشان نخلص من نص ازا انا عندي الام بتساوي ايه الام الام بتساوي اتنين كيلو جرام وده اللي اختياري اللي عندي رقم ايه باق رقم باق ده السؤال رقم عشر طيب السؤال حداشر السؤال حداشر الشكل مقابل احسب اقصى سرعة للكرة طبعا انا عندي النقطة ايه والنقطة بيه دي المسألة مهمة جدا بالمناسبة لان اعطيني معلومات بسيطة مع اعطيني الكتلة على الرسم اربعة كيلو جرام خلاص بنجيب عند النقطة ايه بوتينشيال انرجي وكينتك انرجي كينتك انرجي زائد بوتينشيال انرجي هنا برضو اه كينتك انرجي زائد بوتينشيال ايه انرجي طب انا بعمل ايه الوقتي ده قانون بقاء ايه الطاقة مجموع طاقتين الوضع والحركة عند ايه نقطة متساوي طب عزل نفكر ازاي بقى في المسألة ديات القينتك انرجي عند اعلى نقطة صفر يبقى هنا ما فيش قينتك انرجي زائد البوتينشيال انرجي القيمة بتاعتها خلاص هنا هتساوي هتساوي قينتك انرجي عند النقطة بيه اعلى ما يمكن هيبقى هنا نص اما في تربية زائد ايه زيرو بتنشيال انرجي بتبقى ايه زيرو طب نبدأ كده نصف الامور طبعا دي خلصانة وده خلصانة الزيرو مع الزيرو نعوض بقى على طول انا عندي الكتلة عطهالة اربعة عجلة الجاذبية عطهالة تسعة وتمانية من عشرة الارتفاع طول في المسألة اتنين ونص هتساوي نص مضروبة في الكتلة كام? اربعة في تربية طيب نختصر كده الاربعة في اتنين ونص بعشرة في تسعمية وفي تسعة وتمانية من عشرة يعني عندي تمانية وتسعين خلاص هتساوي هنا فيها الاتنين اتنين في تربية يعني الاتنين في الواحد الاتنين فيها التسعة واربعين. اذا عند السرعة اللي هو طالبها بتساوي جزر التربعي بتاع التسعة واربعين يعني سبع متر على السنة. مسألة جميلة وحلوة وممكن تجي لها حتى في الاختيار يعني لازم ايه احلها زي ما انا بحلها. طيب بعد كده مسألة رقم اتناشر مسألة رقم اتناشر اذا قزفها جسم. اذا قزفها جسم رأسيا لاعلى فاي الكميات الفيزيائية تسوي صفر عند اقصى ارتفاع. طبعا سؤال زي ده كويس بصراحة. قوة الجاذبية الارضية العجلة ولا طاقة الوضع ولا السرعة. طبعا معروف ان السرعة هي اللي بتتناقص. خلاص يعني سؤال في التكة برضو لان ممكن واحد يقول لي تما العجلة بتتناقص. خلاص? قوة الجاذبية الارضية بتبقى بالسالب اه. طاقة الوضع طبعا طاقة الوضع ايه? بتزداد ما بتقلش. خلاص بقى انا عندي الاجابة النموذجية ده اللي هي الايه? الصورة. طيب. الشكل الذي امامك المقابل اوجد طاقة وضع اللعب عنده النقطة ايه? الف. خلاص? عند النقطة ايه? طاقة الوضع. طبعا احنا عارفين طاقة الحركة بساوي ايه? صفر. يبقى عندي بتنشية الانرجي بتنشية الانرجي طاقة الوضع بساوي ام جي اتش. خلاص? يعني هو مش عطيلي الكتلة. ولا عطيلي عجلة عجلة الجاذبية احنا عارفين. طيب انا عاوز ايه? اقول ايه? فكرة المسألة انه اعطيني الوزن هنا. ما ننساش. الوزن ده ما هو عبارة عن ايه? ام جي. خلاص? يبقى تبقى وزن مضروبه في ايه? في الارتفاع. الوزن عطيلي خمسمية. في الارتفاع عطيلي ايه? بعشرة. يبقى الناتج خمس تلاف جول. خمس تلاف جول. قد رقم الف. يبقى طاقة وضع اللعب عند النقطة ايه? طاقة وضع اللعب عند النقطة بي. طبعا عند بي بتبقى بتنشية الانرجي زيرو. زيرو. اللي النقطة دي عند سطح الارض. تبقى زيرو. يبقى دي رقم بي. طب رقم جيم. رقم جيم عندي. طاقة اللعب بقى الكلية عند النقطة ايه? بي. الطاقة الكلية طبعا بتساوي مجموع طاقتين الوضع والايه? الحركة. يعني بتساوي زائد خلاص. يبقى هنا عندي طاقة الحركة اكبر ما يمكن. اللي هي خمس. خلينا بقى في الايه? قانتك آآ بوتينشيال انرجي الاول زيرو زائد الخمس تلاف. لان مجموعة الطاقة بيساوي مجموع ايه? اللي اتنين مع بعض. يبقى الوقت هنا هوت خمس تلاف جول طاقة الايه? الكلية اللي هو ايه? عاوز. مسألة هلوة وفيها فكرة ان احنا عارفين طاقة الوضع بتبقى في اعلى ايه? ايه? وطاقة الحركة ايه? وبنعرف نعوض والفكرة بتاعت المسألة كلها في الوزن. انه هو اعطيني الوزن مش اعطيني الكتلة ولا عجلة الايه? الجاذب ايه? طبعا اللي يجي يفكها كده وما ياخدش باله طبعا ممكن ايه? تتعثر معاول ايه? حل المسألة. لازم نفهم الافكار ما ينحلش وخلاص. الشكل المقابل يوضح جسمين ايه وبيه? سقطا نحو سطح الارض في نفس اللحظة. اوجد النسبة بين طاقة الحركة للجسم ايه? وطاقة الحركة بالنسبة للجسم بيه. لحظة استضامهما بسطح الايه? الارض. نبدأ نشوف حل المسألة دهيت. طبعا هنستنتج العجلة. هنقول من القانون او المعادلة التالتة. المعادلة التالتة. فاكرينها بتاعت الترمي الاول. ولذلك بنقعد نرجعها كل فترة كده عشان ما تروحش من دماغه. فيه اف تربية بيساوي فيه اي تربية زائد اتنين اي دي. طبعا الفي اي تربية زيرو. خلاص ازا نعندي سرعة واحدة نخلىها سرعة واحدة بقى فيه تربية بيساوي اتنين اي دي. طيب انا عندي كينتك انرجي للنقطة ايه? كينتك انرجي للنقطة ايه? وكينتك انرجي للنقطة ايه بي. نعوض بقى كده كينتك انرجي تساوي نص فيه تربية. خلاص? انا عندي فيه تربية لها قمة هي. ها? وانا نص ام فيه تربية. طبعا هنا ام ايه وانا ايه? ام بي. يعني هنكانسل النص مع النص. الفيه تربية بقى نحط لها قيمة. ايه قميتها? قيمة اللي عندي. بقى عندي هنا او ام ايه على ام بي. ها? فيه تربية فيه اتنين ايه دي. ايه? وهنا مضروبة في اتنين ايه دي بي. ركزوا الحاجة اللي فيها رموز. مهمة جدا لانه اعطينا المسافة وعطينا الايه? القتلة. يبقى هنا هنكانسل الاتنين مع الاتنين العجلة مع العجلة. يبقى خلاصة الكلام ان قائنتك انرجي ايه? على قائنتك انرجي بي هتساوي الام ايه? القتلة في ايه? اتنين. اتنين. خلاص? فيه المسافة بتاعتها كام? تلاتة في تلاتة على هنا واحد في واحد. واحد في واحد. خلاص? يبقى القتلة واحد والمسافة ايه? واحد. يبقى الوقت الاتنين في تلاتة بكام? بستة على ايه? واحد. يعني الرقم اللي عندي او الناتج اللي عندي هتطلع النسبة ستة الى ايه? واحد. خلاص? يبقى دي بالنسبة لمن? لحل المسألة. رقم كام? اربعتاشر. دي المسألة رقم اربعتاشر. نسبتها لحظة كده. تمام. خمستاشر بما تفسر. لا يبذل الجسم شغلا اذا تحرك في مصار دائري. لماذا? لانه يصنع زاوية قائمة. المماس مع الدايرة. يعني سيتة بتساوي تسعين. وبرضو فها فكرة قبل كده دي هتو قلناها. خلاص. وكوزاين. وكوزاين. تسعين بتساوي ايه? صف. زيرو. اذا الشغل بيساوي. دي مضروبة في الاف. دي مضروبة في الاف. كوزاين. تسعين. يعني بتساوي الدي مضروبة في الاف في زيرو. يعني الجسم لا يبذل ايه شغلا. يعني هنا عندي ايه? زيرو. اذا الجسم لا يبذل شغلا. ما المقصود بالجول? اجيب الجول ازاي? اجيب الجول من القانون بتاعه. دابليو بالساوي اف في دي. يعني ايه? يعني الجول هو واحد قياس الشغل. يبقى ما اجعرفه هو الشغل. هو الشغل. المبزول. حينما تؤثر ابو الصلقانون بقى قوة قدرها واحد نيوتن على جسم. فتحركه ازاحة معينة. في اتجاه الحركة. مش حافظين يا جماعة نفهم. مش كل حاجة حافظة. الحافظ مطلوب اه. بس لازم نفكر. الجول واحد قياس مين? الشغل. الجول واحد قياس الايه? الشغل اللي عندي. ازن هو الشغل اللي بداية كلام الشغل. طيب النيوتن. النيوتن جالي اهو كمان. النيوتن واحد قياس ايه يا جماعة? القوة. يبقى انا عندي اف بتساوي ام في ايه? يعني هنتكلم برضو زي اللي فوق اه? النيوتن واحد قياس القوة. يبقى النيوتن هو القوة. القوة التي تؤثر على جسم كتلته واحد كيلو جرام. انا بقص القانونة وبتكلم. فتكسبه. فتكسبه عجلة مقدرها واحد متر على الثانية تربية. ده كان اخر سؤال النهاردة. في حلقة النهاردة. ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك مع نا في قناتنا. مصطفى راجب خبير العلوم. وتعرفوا زميالكم عشان يوصل لكم كل جديد. والى اللقاء في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.